مشاري حيك الله يا عبد الله Heat ما شاء الله تبارك انا بالله كنت خايلا لتقطق علي عبد الله لكن كويس راح تب bonded عليك بعد اللقاء لا لا انساء الله له رزئر لكن قل لي كيف كانت اجواء التدريب مع الشيخ يوسف حقيقة جواء جميلة جدا واستفدنا من الشيخ الله جزاخ ألف خير وإن شاء الله نبيض وجهه اليوم بإذن الله بإذن الله كيف كانت أجواكم بينكم المتسابقين والتنافس هل كانت علاقتكم جدا قوية مع بعض وتساعدهم بعض أكيد في النهاية نحن جائم من مدينة واحدة وأخوان إن شاء الله ما يفرقنا شيء والله يوفق الجميع إن شاء الله أكيد بإذن الله حنا جاهزين ومستعدين لشوفتك اليوم والاستماع لقراءتك لكن هل أن جاهز يا عبد الغفور؟ إن شاء الله جاهز بإذن الله بإذن الله حنا جاهزين ولجنة تحكيم جاهزة والجمهور مستعد ومنتظرينك على أحر من الجمر عبد الغفور لجنة تحكيم في انتظارك تجلى نوره ودنات سنابل خيره أما لك قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ما شاء الله يا عبد الغفور قراءتك سراح جميلة أو تلاوتك كانت يعني فيها جماليات القراءة خمس ثواني أضاء الشيخ يوسف أخيرا أنا توترت والله ارتحت أخيرا أقول للشيخ يوسف إن شاء الله أني أكون لدي حسن ظنك وبإذن الله سأحصل على مراكز متقدمة أوعد الشيخ يوسف إن شاء الله أني مع التدريب سأظهر إمكانيات عالية جدا إن شاء الله أقول لزملائي في الفرق الأخرى شدوا حيالكم والمنافسة ستشد والبقاء للأقوى إن شاء الله وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم نيوة بس أبغاها قوى وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم الثانية خلها هادية ومشكلة لكن الأمر بغاها قوي وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم يكفي لهم بس أنت بالملاحظات بسيطة ميبداك أن حي ترى ولا هي معناها أنها في أخطاء لا إحنا مثل ما ذكرنا دائما نقول نريد أن نطور قراءتنا إلى الأفضل كتاب للهدى نزلا أقام القول والعملا تجلى نوره ودنات سنابل خيره أملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أهلا وسهلا عبد الغفور روح للشيخ أحمد العبيري تعليقك على تلاوة عبد الغفور فلعت يا سلام يا عبد الغفور ما شاء الله أنت استفتحت باستفتاح الكبار في التعوذ والبسملة شف بدايتك كانت غير موفقة وشكلك انتبهت طبقه نعم نعم بدايتك أول آية بعدين تداركت وهذا ممكن ما يطلع إلا من واحد ما شاء الله متمكن في الآية الثانية مسكت نفسك ولوك ما شاء على الوتيرة الأولى كان يمكن ترقى فوق ما شاء الله ومع ذلك نعم رجع وفي الطبقة اللي هو فيها عندك بعض النشازات لكن يغفر لها ختامك للآيات يا أخي ما شاء الله عليك تجيب تجيب في ختام كل أعدو مبين مستقيم تكفرون ولقد أضل منكم جبلا هذه جميلة برجع لها بعد الحلقة بسمعها الله يوفك عبد الغفور جميلة جميلة قرأيتك الله يبارك لك شكرا الشيخ صابر الله يغفر لك يا عبد الغفور واجعل لك حظ من اسمك الجميل تذكر عبد الغفور في المشاركة الأولى أجبنت لك أنا أولا ما أتذكر إيش قلت لك الزيادة في الرحمن لا غير الزيادة ما تكلمنا عن المشاركة هذه جهنم طيب أنا الاستعاذة والبسملة جدا عجبتني حتى يعني طلعت يميني ويساري وجدت للجماعة كلهم فعلا استدراك ترى في هذا الكرسي إنك تستدرك وترجع مرة ثانية وتحفظ اتزانك هذا التوفيق من الله سبحانه أحسب أن الله قد وفقك رفعت عدة رفعات في ألم آهد إليك من يباني لأدى ما لا تعبد الشيطان خرجت بالصوت نسمونه يعني في الأداء الصوتية الصوت المستعار ليس الصوت للحنجرة العادية ألم يعني كانت تقرأ بصوت مرتفع لكن بطبقة مخفضة واضح؟ يعني كانت ترفع صوتك لكن بلك وبنفسك وهذه تؤثر عليك وتؤثر على الملكات تحد من ملكاتك يعني عندك ملكات جميلة القفلات كان معظمها جميلة لكن انتبه لكثرة تشابه القفلات ولو كانت جميلة كثرة تشابهها كل قفلة تحتاج إلى إحساس لكن الإحساس كان غالبا في القراءة إحساس راقي جدا وعالي جدا بالآيات أزادك الله جمالا وتوفيقا يا عبد الغفور شكرا للشيخ صابر شكرا كمال لك يا عبد الغفور نتقي إن شاء الله نهاية الحلقة